السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا شباب عاملين ايه اتمنى ان انت تكونوا بافضل حال واتم صحة في الامثال قالولك يجيب لك الاسية يا كلبك يا ولدك يا ماجواير شوف احنا ملناش علاقة اصلا بالمبارادي ومش موجودين اصلا في البطولة ولكن بيتم ذكرنا بذكر ماجواير واخطاءه يا معلم قلت لك انت مبقناش نعمل عليك ترول انت بقيت مادة خام للترول نفسها عشان اوبا ماجواير زي ما قال عليه حفيز دراجي يساعد السيتي ان هو يصعد الى نصف النهائي على حساب البايرن بالتعادل في الاليان زقرينا اما الناحية التانية فالانتر قدم مباراة قوية جدا قصاد بنفيكا واعاد نفس الفوز لحد الديا 85 وبعدها زي ما تقول كده الانتر ريح شوية لانه خلاص ضمن الصعود فيدر بنفيكا ان هو يلحق بالمباراة ويتعادل عشان تنتهي 3-3 ولكن الانتر يصعد لمقابلة الميلان في دربي الغضب فهلا بينا ندوس لايك للفيديو واشتراك في القناة معاكم محمود بدران ومجنون يونايتد وليالي الابطال خلي بالك ان الفيديو بيبقى متأسم في الوصف فتابع الجزء اللي يعجبك سواء اذا كان خاص بمباراة الستي وبايرن او خاص بمباراة انتر وبنفيكا وخلينا نبتدي بالترول الاولاني ومباراة البايرن والستي بصراحة مش حكدب عليك واقول لك ان انا شايف ان اوباميكانو كان بيقدي نفس الاداءات اللي كان بيقديها في مباراة الزهر في وقت ما انت بتقدي مباراة بتكون سيئة منك وبيكون فيه عدد من الاخطاء كبير جدا لكن في وقت تاني بتلاقي ان الاخطاء هي اللي بتبحث عنك مش دايما انت اللي بتقدي او بتوصل الى هذه الاخطاء وده اللي حصل مع اوباميكانو بصراحة فيه نظري في هذه المباراة ان الاخطاء كانت هي اللي بتبحث عنك ممكن يكون فيه سوق تعامل في غباء من المدافع في بعض الأحيان ولكن ما اعتقدش أنه كان سبب رئيسي في الخطأ وإنما الخطأ هو اللي بحث عنه يعني لما نيجي نمسك الطرد اللي حصل لأوباميكانو في بداية المباراة واللي كان ممكن يبقى نقطة تحول ولولا الأفصيد وربنا لحقوا فيها فأنت تسأل تقول فين فريق البايرن أصلا وإزاي تمريرة بالشكل ده تضع هالند فيه على طول مواجهة مباشرة مع زومر من يمكن من نص الملعب ما فيش حد أصلا ما فيش إلا أوباميكانو اللي حاول أن هو يلحق هالند ولكن تعامله مع هالند ما كانش جيد جدا فبالتالي ده أدى إلى الطرد ولولا الأفصيد لولا ما تلغى الكارت الأحمر عن أوباميكانو ضربة الجزاء واللي جت بسبب أوباميكانو على الرغم من أن الراجل دخوله على الكورة في الأول كان ضامن من دراعيه خلف ظهره وبالتالي هو ده الدخول المثال لو خبطت في يدك ما فيش أي مشكلة لكن ما عرفش ليه هو قرر لما تيجي تتسدد الكورة على الرغم من أنه ما كانت شايفة ووشه كان في الناحية الثانية أنه هو يفرد دراعه وده الغباء بالنسبة للعب أما البحث عن الخطأ أنه يحصل منك أن الكورة مع الرغم من جسم أوباميكانو الكبير جدا ما قررتش إلا أنها تخبط في إيده وهي لمسة خفيفة ما قدتش إلى أن الكورة تغير اتجاهها ولكن بالتأكيد هي في نظري ضربة جزاء صحيح الهدف يمعلم اللي دخل من السيتي واللي كان برضو بسبب خطأ من أوباميكانو على الرغم من أن زيادة العددية اللي كان عاملها فريق بايرن ميونيخ والهجوم الكاسح وأنه تتحول الهجمة من هدف للبايرن إلى هدف للسيتي فأنت لازم تتكلم فيه فين التغطية مستوى التغطية على لاعبين زي هالند وزي دوبروينة هالند اللي قدر يأخذ القورة أولا من دي لخت ويريحها لدوبروينة وبعد كده يوسع الملعب لدوبروينة عشان يدهاله على طبق من زهب وهنا اللي حصل أنه بس هالند موه أوباميكانو أنه أنا هاخدها لجوة وسدد وهنا طبعا زي ما احنا عارفين لما تبقى فيه تريلا جاية بسرعتها القصوى مش ممكن تضرب فرامل مرة واحدة فأول ما هالند نعمل التمويهة دي وبعد كده استلامها وفتح لبرة اللي حصل أنه أوباميكانو لما شاف التمويهة الأولى حاول يضرب فرامل فالفرامل ضربت في وشه وتقطع التيل يا معلم ووقع في الأرض عشان يعدي هالند ويقدر يقط الكورة هدف في مرمى بايرني ميونيخ لكن تعالى نحل الأسلوب بايرني ميونيخ ونشوف هل فعليا ده أسلوب كان يؤهل فريق إن هو يقدر يعود أصاد فريق الستي ويقدر يحرز ثلاث أهداف ولعب حتى على الأقل وقت إضافي أصاده ولا لا بصراحة الفرق ما بين فريق بايرن في مباراة الزهاب ومباراة العودة هو وجود شوبوم واتنج والأدوار اللي هو واخده بمعنى أن انت ما كنتش بتشوف جانبري في المباراة الأولى بيكون لي أي أدوار دفاعية أو حتى أدوار هجومية يعني الولد ما كانش بيضغط على لعبي خط النص سواء ستونز أو رودري فكانوا بيستلموا بأرياحية وعملين زيادة عددية على نصف ملعب البايرن ما بيضغطش أيضا إلا في أحيان ما على مدافعي السيتي وكان سهولة بالنسبة لمدافعي السيتي إن هم يطلعوا بالكورة بما أن الخيارات متاحة في نص الملعب إن هم يبصلوا لكن تعال بص على شوبوم واتنج إيه الراجل اللي بيعملوه بيحاول أولا إن هو يقفل مساحة التمرير أو زوية التمرير على رودري أو على ستونز على حسب هو متواجد فين واللاعبين دول متواجدين فين فبالتالي هو بيستلم لاعب فأول ما بتروحوا الكورة لواحد منهم بتلاقي إن هو بيضغط عليه أو موسيالة بيضغط عليه وهو بيروح يستلم اللاعب التاني وبيسيبوا دفاع السيتي إن انت ممكن تستلم براحتك سواء كان طبعا دياز أو أكانجي أو أكي إن هم يستلموا ويبتدي الضغط يا دوب قفل مسارات بالنسبة لهم وبعد كده نبتدي الضغط الحقيقي فالأدوار دي كانت فرقة مع فريق البيرن أولا في إن انت تدافع على فريق السيتي وتحاول تمنعه من إن هو يخرج بالكورة وكانت البداية فعليا صعبة على السيتي في بداية المباراة إن هم يخرجوا بالكورة وكان قادر البيرن إن هو اللي يكون مستحوز وليا دي العليا تعال نشوف بقى في الدور الهجومي لما تبقى الكورة مع البيرن كان بيعمل إيه؟ شو بموتك أولا ما بيقعدش دايما في الثمنتاشر ومسلم نفسه لمدافعي السيتي بيحاول إن هو يخرج برا الثمنتاشر بحيث إن هو يعمل زيادة عددية بالنسبة لخط النص فيستلم كورات فيقدر إن هو يوزحها مباشرة على طوله بتلاقيها من لمسة واحدة على طول معمولة الكومان في ظهر آكي وتعال نخش سباق سرعة اللي هو في صالح كومان في كل الأحوال الخروج دا كان بيقدي إن بعض الأحيان لعبي السيتي ما كانوش بيخرجوا من مكانهم عشان يجروا وراء شوبو موتنج عشان ما يسيبش مساحة ممكن يستغلها كومان إن هو يخش في المكان دا أو حتى ثانية يخش في المكان دا وتعمل مشاكل بالنسبة لفريق منشستر سيتي فده نصف الآخر الدور الهجومي وما كانتش الأدوار وقفة عند هنا فقط لغير أو عن شوبو موتنج كنت بتشوف ببعض الأحيان إن كومان بيروح ضامم لجوه وداخل ناحية شوبو موتنج وعامل معاه رأس الحربة الثاني عشان يفضي مساحة على الطرف بالنسبة لبافارد إن هو يبتدي يا تقدم وهنا كنت بتشوف دور أوباميكانو اللي بقولك إن في المباراة دي هي الأخطاء كانت بتبحث عنه ومش هو اللي كان بيبحث عن الخطأ ليه يا معلم؟ لإني في أكتر من مرة كنا بنشوف إن هو بيكون الممرر لبافارد أو هو ناقل الكورة للأمام بالنسبة لفريق البير أو هو اللي بياخد الكورة وبيجري بيها للأمام وبيبتدي يبني لك لعب ويخرج من مناطق الضغط بتاعت فريق السيتي ولكن كان بيعيب فريق البيرن شيء مهم جدا ممكن نقول حتى في تواجد نايجل زمان قبل لحتى تخل كان موجود هذا الشيء ولكنه ما كانش بنفس القصاوة اللي بتشوفها حاليا بالنسبة للبيرن وهي تحويل الفرص اللي بتيجي لفريق البيرن إلى أهداف فعليا الإنهاء كان مشكلة بالنسبة لفريق البيرن وانت بتشوف إن هم في النهاية بقدروا يعدلوا النتيجة من ضربة جزاء جات لهم من كورة حاول إن هو يعرضها طبعا ما نيه وخبطت في إيد أكنجي وبنفس الحزبة اللي حسبناها لأوباميكانو نحسبها الأكنجي وهي فعليا ضربة جزاء ففعليا كان فيه مشكلة بالنسبة لفريق تخل إن هو يحول الهجوم بتاعه إلى فرص حقيقية وإلى أهداف حقيقية وده ممكن نقول إن هو كان موجود من عصر نايجل زمان ولكن ما كانش بنفس الحدة اللي بنشوفها حاليا وده اللي أدى في النهاية إن فريق السيتي إدري يتعامل مع فريق بيرن ميونيخ لإن كان فيه نسبة بط في التلت الهجوم بالنسبة لبيرن والارتداد الدفاعي بالنسبة لفريق السيتي كان جيد جدا فبالتالي دايما كنت بتشوف إن زيادة مدافعي السيتي أكبر من زيادة الهجومية بالنسبة لفريق البيرن حتى وهم متقدمين سواء إن كان في الهدف أو في الطرد أو في أي كرة أخرى كنا شفنا إن فيها السيتي بيرتد هجوميا على البيرن عشان يقدر السيتي إن هو يتأهل إلى نصف النهائي وإن نعمل نفس اللي حصل الموسم اللي فات يلاقي بقى كبير هذه البطولة ريال مادريد وهنا ننتظر إن شوف المباراة ما بينهم حيكون فيها إيه على الناحية الثانية إنتر ميلان وبعد فوزه في إيبن فيكا بهدفين مقابل لشيء كان الواحد مستني يشوف إيه السيناريو اللي حيلعبوا بيه قصادهم في إيطاليا وبصراحة السيناريو اللي عمله فريق إنتر ميلان كان سيناريو قوي جدا إن هم وقت ما بتكونش القورة في إيديهم بيحاول إن هو يقفل مناطق ويتراجع للخلف ما بيسيبش أي مساحة لفريق بن فيكا إن هو يستغلها أو السرعات اللي عنده تستغلها فبالتالي تعمل خطورة على حارس المرمى بتاعي وفي عين إن أنا لما باخد القورة وأنا اللي بطلع بيها بتلاقي عندك الزيادة الهجومية الجيدة جدا بالنسبة لفريق الإنتر وده شفناه سواء في الهدف الأول أو في الهدف الثاني أنت بتشوف على مستوى اللاعبة اللي متواجدين داخل منطية الجزاء بالنسبة للإنتر حوالي أربع أو خمس لعبة في منطية جزاء بن فيكا في الهدفين سواء الأول أو الثاني وأحلى سيناريو ممكن يتحقق لك في مباراة زي كده إن أنت تجيب هدف مبكر من دقيقة 13 فبالتالي تزيد الضغط على الفريق اللقصادك المعني بإن هو يعود في النتيجة فده يخلي بن فيكا يخرج من منطقه فيحاول أنه هو يعمل أي شكل هجومي على فريق الإنتر ولكن يبدو أنه في مشكلة بالنسبة لفريق الإنتر في الكرات العرضية المدفعين مش عارفين يتعاملوا معها بالشكل الأمثل فبالتالي أغلبها كان بيروح لمهاجمي بن فيكا واللي قدروا يستغلوا من خلالها كورة في الدقيقة حوالي 33 تقريبا عشان يعدلوا النتيجة لكن بيعود الإنتر ويدغط على فريق بن فيكا كويس جدا ويستغل هشاشة دفاع فريق بن فيكا سواء في الهدف الثاني أو حتى في الهدف الثالث وعايزك تبص على الهدف الثاني كويس جدا والزيادة العددية اللي أنا بكلمك عليه انت بتخيل ان العرضية اللي تلاعبت كان فيه ثلاث لعيبة وراء بعض لو عدت من لوطارو مرتنيز كانت هتلاقي ديزيكو وكان فيه لعب ثلاث وراءه لو عدت من الاثنين دول هتلاقي ده عشان يحطها في المرمى وتصبح النتيجة اثنين واحد بالنسبة للإنتر الإنتر ما اكتفاش هنا وإنما الإنتر ادى درس بالنسبة للفرق اللي بتكون في نفس هذه الوضعية ان انت تحاول برضو تستغل الظروف اللي انت موجود فيها وهشاشة دفاع الفريق الخصم عشان يسجل الهدف الثالث واعتقد ان الهدفين اللي دخلوا في نهاية المباراة بالنسبة لفريق بنفيكا على فريق الإنتر هي كانت راجعة لان الإنتر خلاص ضمن او شايف ان هم ضمنين خلاص التأهل وبنفيكا عشان يصل الى فقط وقت ضافي لازم يسجل اربع اهداف في الإنتر وده فعليا في فريق ايطالي حتى ولو كان في المركز العشرين في الدوري الإيطالي صعب جدا في الديئة 85 لنهاية المباراة اللي بالكتيره حتكون عشر دقايق بالوقت البدل الضايع ولكن اللعيبة ريحت ممكن نقول بالنسبة للإنتر الانتر ضمن الصعود فبالتالي بمفيش نفس الحدة اللي بيعملها فريق الإنتر مفيش نفس القوة والشراسة اللي كان بيدافع فيها فريق الإنتر فقدر ساعتها فريق بنفيكا ان هو يسجل الهدف الثاني والهدف الثالث وراء بعض عشان تنتهي النتيجة بنتيجة 3-3 ما بين الفرقتين ويصعد الإنتر لمقابلة الميلا في درب الغضب ودرب الغضب في دوري الأبطال يمعلم غير تماما درب الغضب بتاع الدوري الإيطالي في النهاية اعتقد ان كرة القدم انصفت الفرق اللي قدت أداءات قوية جدا على مستوى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا وبنشوف ان السيتي والإنتر بيصعدوا عن استحقاق وقبلهم ريال والميلان بس سؤالي هنا لحضرتك هل انت شايف ان نسخة دخل حتى الآن هي أضعف من نسخة نايجل زيمان بكتير واني دا خطأ من إدارة البايرن إقالة هذا المدرب وتعيين هذا المدرب وكان المفترض ان نايجل زيمان يكمل لنهاية الموسم ولا عندك رأي تاني اتمنى ان يكون الفيديو دا عجبكم ولو عجبك الفيديو ما تنسليش من لايك والاشتراك في القناة واشوفكم بها تم حال وها تم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا